مولانا هو اللي تفضل علي بالاقتراح قال لي احنا لازم نتكلم على مسألة التفاخر والمبالغة و ازاي الاسلام شاف ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام و على سيدنا و مولانا رسول الله الصادق الامين سيدنا محمد بن عبد الله و اخوانه من النبيين و المرسلين و الصالحين و المصلحين في كل ذمان و مكان الى يوم الدين و بعد فبدأ زبد الحقيقة اني في قراءتي لجريدة الاهرام الصادرة اليوم في الصفحة الثانية فوجدت العمود المبارك طبعا بيتكلم فيلس عبد الناصر عن ما تفضلت انت به من يومين او عدة ايام النعي على بعض الناس الذين عندهم عودة التفاخر و التكاثر طبعا هذا الامر سيد الكريم امر محرم و مجرم في التشريع الاسلامي محرم و مجرم يعني حينما نقرأ قول الله عز وجل في سورة الحديد الاية عشرين و اعلموا انما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيس اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما هنلحظ هنا في الاية عشرين سورة الحديد ان الله سبحانه وتعالى نعى على اهل التفاخر و التكاثر الخيلاء بصيغة بنسميها التفاعل اللي هي ايه تفاخر و تكاثر تفاخر يعني هو ديدانه ان يتفاخر على الخلق و انه يعني يتكاثر على الناس اما بمنصب و اما بمال و اما بحسب و اما باولاد و اما و اما و اما بسائر متاع الحياة الدنيا طبعا هذا الامر قلت لك محرم و مجرم لان الانسان الشاكر اولا يحمد الله على نعمائه و آلائه لكن لا يتفاخر على الناس و لذلك في بعد في الاحكام الفقهية المتعلقة بزي او ملبس الرجال نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير اللي هو الحرير الاله يعني على الرجال من حكم ذلك ايه ان الرجال يعني غالبا عندهم خلطة يعني يذهبون الى الاعمال الى الاسواق الى المنتديات الى كذا و كذا فلو ان هناك رجلا ثريا و اتكلم على المسلمين و عنده اموال ممكن هيرتدي سوبا حريرا او يتحلى بالذهب هذا حرام على الرجال المسلمين ليه حتى لا يكون هناك صراع طبقي و دي من حكم تحريم الذهب و الفضة على مين على الرجال البالغين انما هو مباح للنساء لان النساء غالبا يعني يبتعدنا عن المنتديات العامة تمام و في قصص الانبياء من لدن سيدنا آدم عليه السلام مرورا بقول العزم الى سيدنا موسى الى سيدنا المسيح الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان هناك تفاخر ولا تميز طبقي يعني مثلا شوف حضرتك اما دخل رجل من الاعراب اول مرة يدخل المسجد النبى و جاء من البادية فيعني همى ان يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم التقبل هنا لو كان يعني عفوا اجلالا واحتراما لا شيء فيه انما هو الرجل اراد ان يقبلها كما يفعل مع الامراء والاشياخ في البادية فالنبي قال له لا انا ابن امرأة من قريش عليها سلام الله ستنا امينة بنتوا كانت تقول القديد يعني اللباء الحليب الجاف او الخبز الجاف او اللحم المقدد المجمد في الشمس انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمك لا تتعظموني كما تعظم الاعاجم بعضها بعضا انما انا عبد اكل كما يأكل العبد تربيت النبي صلى الله عليه وسلم للامر فكان الذي يدخل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الاغراب ويجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي العنم جلوس يتلقون وينهلون من الرحيق الاله النوراني الرباني على فم اطهر فم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عارف الغريب كان بيقول ايه من منكم ابو القاسم او محمد لان النبي كان لا يتميز في الجلسة يعني الراجل الغريب اللي داخل يتفرص فيهم كده ان يعني يجد شخص مميز يجلس بابها فالرجل لما يغلب يقول له من منكم محمد يومه يقول له انا فيجد جالس على الارض شأنه شأن السادة زي الكل ابي بكر عمر عثمان علي الحسن الحسين العشر البشرين بالجنة اه الى البيت الكرام اكابر الصحابة لا فرق يعني يشوف ولذلك ده المبدأ القرآن المساواة اللي ربنا غرصه في هذه الامة في صورة الحجرات يا ايها الناس ان خلقناكم من زكر وانث وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وايضا ان تعرف فواتح سورة النساء الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم مراقب حضرتك اللي بيتباهى بالاموال معلش يعني اسمعلي في التعبير ده عنده عقد نقص والله مش واسق في نفسه عارف لو عنده ثقة بنفسه شوف اللي اللي الاشداء لا يستطيعون حملها قال انما اوتيته على علم عنتي وبعدين شوف بقى بيقول ايه في القرآن الكرم ربنا بيخبر عنه خرج على قومه في ايه في زيناته في زيناته اه هي دلوقتي اللي يعمل لك ايه يتباهى بسيارة تعدد خط المليون يتباهى بالسجار الكوبي اه يتباهى مليون ده بيكلموا عشر مليون وانت طالع دلوقت يا سيدنا بتكلم على فهم انا رجل من ده علاقة فهمنا كلنا احنا كلمة مليون بالنسبة لنا بتخض من عامة الشعب يعني خدت بال حضرتك فربنا ادانا قصة قارون لي يبقى خرج على قومه في زيناته وبعدين الجماعة ضعف الايمان قالوا يا ليت لنا مثل ما ايه موت يا قارون لكن لا اللي عندهم ايمان قالوا لا سواب الله فهنا حضرتك الانسان لما ربنا ينعم عليه بدل من التفاخر والتكاثر ولذلك خلي بالك التفاخر والتكاثر ويؤدي الى الايه الالهاء عن حقيقة الحقائق وهي الموت والقيامة تعب نلاقيها فين سهل قوي صورة التكاثر الهاكم والتكاثر حتى زرتم المقابر زرتم المقابر لان الموت الرأد في القبر مش مؤبدة ده مؤقتة انها تصحى على النفخة اللي هي النفخة التانية ونفخ في الصورة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فحين ألهاكم التكاثر التفاخر أيا كانت بقى المسميات بالعامية بغير العامية فتجد إنسان يتباهى وبعدين زمان علمونا بقى في الأزر الشريف أبقاه الله فما أحد الزهاد بيقول ابن أدم إيه أتتباهى بصوب حرير وهو خلعة الدود ويتباهى بكساء صوف وهو حلاقة الخروف صدق لي سبحان الله